السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الرابع محور ال-AC الطيار المتردد وما زلنا مع الجزء الأول Sinuswithal Source إذن بعدما تعرفنا على Sinuswithal Voltage وهي تساوي Vm Cosine Omega T مع 5 سوف نتعرف على هذه العناصر المكونة لمصدر الجهد في الطيار المتردد ونفس هذه الدراسة صالحة لكذلك الطيار في الطيار المتردد إذن أول عنصر هنا مكون لهذه الفانكشن هي ال-Vm وهي ال-Peak Voltage ما معنى ال-Peak Voltage؟ نرمز إليها مثلاً Vm أو في بعض الكتاب نكتب Vmaximum إذن ال-Peak Voltage هي إذن المسافة بين X-axis هذا وأعلى نقطة لل-Wave Form يعني المسافة هذه هي تسمى Vmaximum ال-Vm أو ال-Peak Voltage و قيمتها ب الفولت فنقول مثلاً هنا ال-Vm تساوي 10 فولت أو ال-V-Peak مثلاً هي كذلك 10 فولت الآن لو طلب مني استخراج Peak-to-Peak Voltage هي تساوي الفول Wave Form يعني من ال-Peak من النقطة الأقصى هنا من Maximum إلى ال-Minimum فتكون كل هذه تكون هي تسمى Peak-to-Peak يعني من ال-Peak هذا إلى هذا ال-Peak فتساوي هنا ال-Peak هذا إذن 10 ما 10 فتكون ال-Peak كله هنا Peak-to-Peak هي 20 فولت وهي ضعف ال-Peak يعني ال-Peak هنا ماذا تساوي قلنا 10 ال-Peak-to-Peak هي الضعف فتكون ضعرب 2 تساوي 20 فولت بالنسبة الآن لل-Period T إيش معناها ال-Period T هي المدة ل-One cycle يعني أنا هنا عندي الجهد فيه كثير من cycle كيف أحدد cycle هذه الموجب هذه السالب فتكون هنا a duration ل-One cycle فتكون إما من هذا الصفر إلى هذا الصفر فتكون كل هذه المسافة هي تسمى ال-Period ونرمز إليها بحرف T أو بين T maximum فتسمى هذه كذلك T أو بين T minimum تسمى كذلك ال-Period T والتي وحدتها بالثانية فنلاحظ هنا مثلا من هذه النقطة هذه نصف cycle هذه نصف الثاني فتكون كل هذه المدة one full cycle وهي هذه المدة إذن تسمى ال-Period T أما ال-Frequency ونرمز إليها بحرف ال-F هي مقلوب ال-Period T ال-Period بالثانية أما ال-Frequency فوحدتها ال-Hertes وما ما معناه ال-Frequency ل-Sineas with Voltage أو Current هي عدد السايكلات في الثانية فمثلا هنا في هذه الصورة كم عندي من cycle عندي cycle واحد كم مدته في واحد ثانية ننتبه في واحد ثانية كم عندي من cycle هنا عندي cycle واحد وبالتالي تكون ال-Frequency تساوي واحد هرتز مثال ثاني هنا كم عندي من cycle في الثانية أحسب هذا وهذا يسمى one cycle من الصفر إلى الصفر هذا one cycle ثم عندي الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس عندي five cycles في ثانية واحدة هذا إذن الفريكونسي هنا ماذا تساوي تساوي خمسة هرتز لو مثلا عندي ساين فانكشن أو كوساين فانكشن يتكرر في واحد ثانية لو نحسب هذا مثلا واحد اثنان إلى أن أصل مثلا هنا إلى ستين فأقول هنا الفريكونسي تساوي ستين هرتز إذن الآن تعرفنا على الفريكونسي بالهرتز تعرفنا كذلك على البيريد تي بالسكن لو أقوم ب two باي على تي أو بما أن تي تساوي واحد على الف يعني الاف هي مقلوب البيريد يجمعهم هنا أو هنا مكون آخر لل voltage في ال-AC يسمى ال-Angular Frequency لأن ال-V في ال-AC قلنا هي Vm الماكسيمون فاليو والبيك كوسين أوميغا تي مع في هذه هي الأوميغا